السلام عليكم أتمنى النجاح لكل الممتحنين إذن كيف تقوم بالاطلاع على نتائج امتحان شهادة البكالوريالي سنة 2023 إذن بعد الدخول إلى الموقع الرسمي باك اونيك بوينت زيد سوف تظهر معك هذه النافذة تقوم بإدخال هنا رقم التسجيل الخاص بك يعني هكذا رقم التسجيل الخاص بك وبعدها الرقم السري المكون من أربعة أرقام تجيب على هذا السؤال بهذا الشكل وتقوم بالضغط على استظهار النتيجة الموقع في اليوم الأول سوف يكون عليه ضغط كبير ربما تقوم بالمحاولة والمحاولة لكن هذه الصفحة خاصة بالعام الماضي ربما يتم تغيير هذه الصفحة وتصبح بهذا الشكل مثلما كان امتحان شهادة التعليم المتوسط يعني قاموا بإضافة نافذتين أو مربعين حتى تقوم بإدخال اللقب الخاص بك باللغة العربية كما هو مكتوب على الاستدعاء أيضا الاسم الخاص بك باللغة العربية ربما يضيفون هذه الخانتين إذا قاموا بإضافتها قم بتفعيل هذا الخيار هكذا قم بملء يعني احضر معك الاستدعاء الخاص بك قم بملء اللقب الخاص بك الاسم أيضا رقم التسجيل الرقم السري والإجابة على هذا السؤال مثلا 4 زائد 4 سمية وبعدها تقوم بالضغط على استظهار النتيجة هذا في حالة قاموا بتغيير الموقع إذا لم يقوموا بتغييره سوف يقوم بهذا الشكل هناك طريقة أخرى لمعرفة النتيجة باستعمال يعني من خلال الهاتف الخاص بك يعني فقط باستعمال الشريحة الخاص بك دون إنترنت تقوم بتشكيل هذا الكود نجمة 5 6 7 ديز وتقوم بالضغط على إرسال بعدها سوف يتم أو تظهر معك النافذة تقوم باختيار اللغة عربية أو فرنسية بعدها يطلب منك إدخال الرقم السري تقوم بالضغط على إرسال تقوم بإدخال المعزلة هنا رقم التسجيل بعدها الرقم السري ومباشرة سوف تظهر معك النتيجة الخاصة بك وبالتوفيق إن شاء الله لكل الممتحنين وأتمنى لك النجاح السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر